تلك الخدعة البسيطة ستزيد من حماسك كل يوم أصبح هينري ستانلي مشهور بشدة بعد اكتشافه نهر الكونغو في القرن التاسع عشر لكنه تعرض للإصابته وفريقه بالملاريا والإسهال تمت مهاجمتهم من قبل سكان تلك المنطقة بالأسهم المسممة وهي عبارة عن سهم يوضع السم على رمحه حينما يطلقونه على العدو ويدخل في جسده يبدأ السم في الانتشار في دمه مما يعمل على تعذيبه حتى الموت البعض الآخر من فريقه تعرض للغرق في المياه استغرقت رحلة اكتشاف النهر تسعمائة وتسعة وتسعون يوم أخذ معه في حملته تلك مائتين وثمانية وعشرين رجل مات جميعهم إلا مائة وأربعة رجل فقط تمكنوا من النجاة لأنه كان من الأفضل لديه أن يوقف حملته عن الاستمرار حتى لا تتعرض كل تلك الكمية إلى الموت لكنه استكمل طريقه مما جعل نصفهم يموت اندهش سكان نهر الكونغو بسبب قوة إرادة هذا الرجل وأطلقوا عليه اسم محطم الصخور كان لدى ستانلي روتين نظام يوميا ثابت كان يوميا حينما يستيقظ يحلق ذقنه الأمر المثير للدهشة أن يفعل هذا شخصا كان يقيم دوما في الأدغال بين الحيوانات والحشرات والأشخاص الذين يموتون يقول العديد من خبراء التنمية البشرية أن تلك العادة التي كان يقوم بها استانلي كل صباح تعد من العادات التي ساعدته على أن يكون قويا والتي مكنته أيضا من تنفيذ حلمه وتثبت أنه يتمتع بقوة إرادة لا مثيل لها بالرغم من أن أفراد حملته يموتون كل يوم لذا نحن في هذا الفيديو سنتحدث معكم عن عادة بسيطة كحلاقة الذقن يجب أن تقوم بممارستها كل يوم حتى تعود عليك بالنفع في حياتك وتزيد من حماسك اليومي تحدثنا من قبل عن شيء يدعى التلميح والتحويل وهو عبارة عن أنك تقوم بشيء روتيني كل يوم حتى يتحول معك لعادة يجب أن تفعلها بشكل يومي ربما يكون هذا عبارة عن صوت تسمعه كل يوم كموسيقى أو أغنية ربما يكون رائحة تستنشقها كل يوم أو في وقت محدد من اليوم كما من الممكن أن يكون شيئا ما تفعله كل يوم في وقت محدد يتحول معك إلى عادة أو حتى مكان ما تذهب إليه يعتبر الاعتياد على فعل شيء روتيني يوميا من أول المقاومات التي تجعل هذا الشيء يتحول لعادة يومية يقوم بها هذا الشخص كما أن التلميح يمكن أن يكون له علاقة مع الأحاسيس والشعور فعلى سبيل المثال لو أنك ذهبت للحلاق المفضل ومن ثم حصلت على تصفيفة جديدة للشعر ستجد أنك أصبحت تشعر بثقة أكبر مما كنت تشعر بها هذا كله يمكن أن يحدث حينما تغير تصفيفة شعرك فقط لهذا السبب كان يعد حلق شعر الذقن أمر هام لدى ستانلي فبالرغم من أنه كان محفوف بالمخاطر من البشر ومن حيوانات الأدغال إلا أنه كان قادرا على تنفيذ عادته الروتينية كل يوم لأن حلاقة الشعر أصبحت عادة يومية جيدة تعمل على زيادة ثقته بنفسه لذا فالكثير أصبح يفعلون هذا الشيء قبل الذهاب إلى العمل فهي تجعلك جاهزا ليومك ولعملك وتزداد ثقة عما كنت عليه فهي تقضي على كل المشاعر السلبية التي تشعر بها وتجعلك تنظر للمرأة بأمل وإشراق على سبيل المثال بين عمر 18 عاما و21 عاما كنت أعمل مندوب مبيعات لهذا كنت أرتدي بدلة كل يوم يجب أن أرتدي البدلة لا يمكن أن أؤدي وظيفتي دونها لهذا كنت مضطرا لارتدائها لمدة 300 يوم في السنة سواء كانت تقص منطرا أو حارا للغاية وتحول هذا الشيء الذي كان يجعلني أشعر بالغضب إلى عادة جميلة تزيد من حماسي اليومي الآن بالرغم من أن عملي أصبح على الحاسوب ويعتمد على الإنترنت إلا أنني لم أتمكن من التخلي عن تلك العادة فإنني لازلت أرى أن البدلة تعطيني حماسا وثقة بالنفس كبيرة لهذا لم أتوقف عن ارتدائها حتى اليوم في هذه الوظيفة فأنا أحمل معي الحاسوب الخصبي وأرتدي البدلة وأذهب لأقرب كافيلي كي أمارس عملي فهي تجعلني أثق في نفسي وأنجز عملي كله في مدة قليلة التفسير العلمي هنا أنه حينما أضع نفسي في ظروف قديمة كنت أمر بها هذا يجعلني أتعامل بنفس الطريقة والحماس الذي كنت أتعامل به فحينما عدت لارتداء البدلة تذكرت الحماس والنشاط الذي كنت أتمتع بهما وأنا أعمل منذب مبيعات لهذا عاد ارتداؤها من جديد بالنفع علي وساعدني في تحقيق ذاتي وهذا ما كان يفكر به ستاندي ففي بداية عملي على الإنترنت كان ينتهي الأمر بالفشل والسقوط لهذا عدت لارتداء البدلة التي اعتاد عليها جسدي والتي كانت تكسبني القوة الخارقة بالفعل ساعدتني وتمكنت من تحقيق ما كنت أسعى إليه وبدلا من أن انتهى أمري بالفشل أصبح ينتهي بالنجاح والسعادة والشهرة من المؤكد أنه في أزهى وأنشط فترات حياتك كان هناك عادة يومية تفعلها في تلك الفترة لذا خدعتنا اليوم تتلخص في أن تعود بالزمن وتتذكر هذه العادة بعدما تتذكرها عليك أن تقوم بها بشكل يومي في حياتك الطبيعية فهذا سيمكنك من إنجاز عملك واستعادة نشاطك السابق ربما تتلخص تلك العادة في القيام بالاستحمام بشكل يومي أو تصفيف الشعر بطريقة معينة أو وضع الميكاب على الوجه أو حتى أن تحلق ذقنك مثل ستانلي أو ارتداء ملابس أنيقة أو حتى أن تنظم سريرك وتعد تلك العادة الأخيرة من أهم العادة في حياتك فهي تدل على أنك شخص منظم ولن تترك وراءك أي شيء دون أن يكون منظماً سواء كان عملك أو مكان طعامك أو حتى خزانة ملابسك لا يجب أن تكون العادة واحدة من العادات التي ذكرناها فمن الطبيعي أن الروتين اليومي يختلف من شخص لآخر عليك أن تدرك ما هي عاداتك اليومية التي كنت تقوم بها بشكل روتيني في أيامك التي كنت مفعم بها بالنشاط ومن ثم ترجع لها مرة أخرى فهذا سيساعدك على زيادة قوة الإرادة لديك كما أنه سيعمل على زيادة حماسك على إنجاز المهام كما أنه لو أنك كنت ترى أن تلك العادة صعبة عليك في فترة حماسك أريد أن تعود لها بالرغم من صعوبتها فهذا سيجعلك تدرك أنك لديك قوة إرادة لا مثيل لها على الإطلاق ستجعلك تستفاد بكثرة في حياتك وتشعر أن الحياة بما فيها من تعب ومشاكل أمر سهل للغاية ويمكن لأي شخص تجاوزها دون عناء في المرة المقبلة حينما تشعر بالكسل قم بالاستحمام وحلاقة الذقن ومن ثم ارتدي ملابس أنيقة وستجد أن النشاط أصبح يملأك من جديد هل لديك عادة قديمة ربما تزيد حماسك لو أصبحت تمارسها الآن؟ أخبرني بها في التعليقات وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لكي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة